اذا كان ده رأي الاحمد عبدالهادي في راديو مصر في الرأي اللي جاي مهم كل ما الاهل فاز او الاهل توج بلقب او بطولة اعتقد حضراتكو بتبقوا محتاجين تسمعوه طبعا لازم هني النادي الاهلي مبروك والف مبروك الدوري بس احنا كسبناكو تلاقوا بس يعني احنا سعاداء والواحد سعيد وادارة اقعاء وكل بس طبعا الحمود يعني انها معمولة بهذا الشكل التراجيدي يعني معمولة بالشكل ده ان الزمالك يقول للاهلي يا عم بكرة ولا تلعب ولا بتاع انا اتغلب لك النهاردة من اسوان يعني انا طبعا ما بصغرش اسوان ولكن يعني مش مثلا اتغلب مثلا من الاسماعيلي اتغلب من المصري اتغلب من ام بي اتغلب لا وابا الزمالك الا ان يتم جميله يعني يتم جميله للنادي الاهلي ويعمله يعني يجيب الدرع كده ويلفه لفة هدايا ويدي للنادي الاهلي ويقول له الف مبروك الدوري اللي اتنين واربعين ليفوز النادي الاهلي بالدوري زي كل سنة على طول رايح جاي كل حاجة زي ما انتوا عارفين كده فطبعا انتوا يعني زي ما بقولك ايه هو بما يوعد مع القدر ان انت تبقى شغال يوم الجمعة الموزيع الوعيد يشغال يوم الجمعة والماتش يتلعب يوم الجمعة والزمالك يتغلب يوم الجمعة والاهلي ياخد الدوري يوم الجمعة وانا جمعة وانت جمعة كده يعني في النهاية الموضوع يخلص بالطريقة اللي حضراتكو شفتوها ديت الف مبروك طبعا للنادي الاهلي هي المسألة مش مسألة ماتش او اتنين او تلاتة ده مشوار طويل والاهلي كسب الدوري للمرء يعني انا 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 نفسي اجيبلكو الفيديو ده يعني الفيديو ده مثلا لو عملنا عشرين ما هتلاقى موجود في حياتي الاعلامية مثلا عشرين تلاتين مرة وانا بقى اهنق النادي الاهلي ونس جت ونس راحت وصورات جت وصورات راحت ولعبة جت ولعبة راحت وروساء نوادي جم وروساء ارى وانا بقول نفس الفيديو وانا بهني النادي يعني ما بعملش حاجة غير ان انا بهني النادي الاهلي يا سيدي باذن الله ما يطعلكش عادة وتفضل تهني النادي الاهلي وما تعملش حاجة باذن الله استاذ عمر اه غير انك تهني النادي الاهلي ونستمتع بخفة الدم نستمتع بهذا الحضور وهذا اه يعني نوع جديد من التعبير عن يعني راجل زمر الكاوي لا زمر الكاوي بيعبرلك بطريقة مختلفة اه جميلة اه وبيهنيك بطريقة مختلفة اه الناس بتترقبها العلوية بالزاد اه هو يعني بيمتص بيبتدي بيمتص اي تحفيل او يعني مش عارف ايه وحسن التعاون ويش عارف الكلام ده هو بينجح فيه بيبتدي يبادر ولكن طبعا بالتأكيد انه يبقى طعم ولون مميز جدا استاذ عمر اديب انا شخصيا بحب اسمع منه تعليقاته دي حقيقة من الشخصيات المهمة جدا في الاعلام المصري